لو جوزك اتكرع قدامك اخلعي ولو مراطك قالت لك خد الزبالة وانت نازل وهتوا انت جايب 5 جنيه شفينه طلقها اغرب حالات الانفصال والطلاق والخلع في مصر الجملة الاولى قالتها الاستاذة امينة شلبايا خدرت الاتكاية لما ظهرت في تصريحات الفيزيونية وقالت لو جوزك اتكرع قدامك اخلعي ثم التصريح التاني فكان للاعلامي والازاعي الكبير وسامو منير لما قال ان معظم مشاكل البيت من اسبابها ان الست بتقول له جوزه هو نازل خد الزبالة معاك وهو طالع هت معاك ب5 جنيه شفينه تخيلها صديقي ان بيت وقسرة بتتدمر عشان كيه الزبالة وب5 جنيه شفينه او عشان زوج شرب لتر بيبسي فقرر انه لو اغزة يتكرع لو فاكر ان اللي قلته دي اغرب حالات كانت سبب في طلاق وانفصال راجل وست فانت غلطان اميمة سيدة عام 2019 قررت ترفع دعوة خلعة على جوزه عشان هو عاوز يشبهها بهيفاء واهبي عاوزها تلبط زي هيفاء واهبي وتتماكل زيها ولما معرفتش ترضيه قررت تخلعه اما المشكلة الاغرب فكانت مشكلة مريم اللي برضه في 2019 قررت تطلب الخلع من زوجها عشان صنية مسقعة جوزها عاوز صنية مسقعة باللحمة مفرومة فهي عملتها من غير لحمة مفرومة فاتهمها جوزها بانها بتسرق فلوس البيت فقررت انها ترفع قضية خلع ضده وفي 2018 بقى في سيدة رفعت قضية خلع ضد جوزها عشان خاف من الفار وبنسبة القرف ففي سيدة رفعت قضية خلع على جوزها عشان ريحة رجل وعشها وفي سيدة بقى رفعت دعوة خلع ضد جوزها عشان قعد شهرين من غير ما يستحب ومن اغرب القضايا برضه القضية اللي ترفعت على زوج عشان عنده غازات كتيرة لما اغزت فقالت جوز يقن بلد غازات ومش قادر عيش معاه الرئيس الامريكي السابق ترامب كان سبب في حالتين انفصال في امريكا مرة عشان زوج انتخب ترامب من غير ما يعرف زوجته رغم انهم متجاوزين من 50 سنة لان الزوجة قررت تخلعه اما التاني فزوجته قررت تخلعه او تقنفصل عنه في امريكا عشان هو شغال في حاملة ترامب الزواج ميصغاليس مينفعش يتقطع كده زي ما بنقطع الورقة ربنا يسر علينا من اللي بتقال في الاعلام ده